ما يؤكد خروج الأزمة السياسية في العراق عن السيطرة هي خروج مرشد نظام الإيراني علي خامنئي بدعوة علنية للملمة صراع الحزبي في العراق وذلك يعني فشل المحاولة الإيرانية السابقة في احتواء أزمة تداعيات الانتخابات فالصراع لم يعد على المستوى السياسي فحسب بل تحول إلى حرب تصريحات حول الميليشيات وتموضعها في الساحة العراقية فكل طرف يتهم الطرف الآخر بأنه عصابة منفلتة عن الدولة المسؤول الأمني لميليشيا حزب الله أبو علي العسكري يدعو ما سماه بالطرف الآخر إلى تحويل ألويتهم بإمرأة قيادة الحشد وطلب أيضا من قوات البشمرقة أن تحل عناصرها وتلتحق بالأجهزة الأمنية الحكومية من جهته زعيم التيار صدري مقتدى الصدر دعا من سماها بالعناصر غير المنضبطة إلى تسليم سلاحها وحذر من إقحام الملف الأمني بملف الانتخابات ما تسمى بالهيئة التنسيقية للمقاومة رفضت الاستجابة لدعوة تسليم سلاح الفصائل واعتبرت ذلك خطا أحمر لا يمكن لأحد الاقتراب منها أو المساومة عليه ولعل ذلك أوضح مناكفة لمقتدى الصدر وبنفس وطيرة المناكفة دعا المتحدث العسكري باسم ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري الجهة التي دعت إلى حصر السلاح بيد الدولة بالشروع هي أولا بتسليم سلاحها وخصوصا الثقيل منه وأن تنقل مسؤولية ما لديها من ألوية إلى قيادة ميليشيا الحشد وذلك في إشارة إلى ميليشيا السرايا التابعة للصدر كمية التصريحات المتبادلة بين زعماء الميليشيات وحدة لهجتها تشير إلى أن الخرق اتسع على الراقع الإيراني ومهمة احتواء الأزمة أصبحت في غاية التعقيد اشتركوا في القناة